السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل مع بعض وضع الكمبو بوكس المختلفة على الفورم نضيف الاول كومبو بوكس على الفورم ونربطه بعمود في الشيط بتاع الاكسل نقوم بعمود على المساح الفاضية نسحب المساح الفاضية يظهر عندنا كومبو بوكس بهذا الشكل ننزل البروبرتز هنا ونقوم بعمود ملتوفر عند ما نقوم بعمود نقوم بعمود للكومبو بوكس نقوم بعمود البروبرتز هنا ونرى ان نربط الكمبو بوكس يعرض لنا بيانات أي عمود قوم بعمود على المساح الفورم نقوم بعمود Thus نضيف زر على الفورم لأظهرها العمود الإي إي ده اللي فيه الـ Item Number رقم الـ Item أو Spare Parts اللي موجودة اللي وقومي في الإي هنا أعطينا إي وطتين وإي نقول Insert عشان نضيف الزر ونختار button من هنا من Control ونضيف الزرارة في المكان الفاضي نضيف الزرارة نغير حجمه ونقبره كما نظيفه ونغير التكست اللي مكتوب عليه من الخاصية تلك يمين ويد التكست نسميه مثلا أظهر أو بالإنجليزي Show ونغير حجم الفونت نغير حجم الفونت من هنا من خانة التصغير والتكبير نضيف الزرارة اليمين ونضيف الزرارة اليمين ونضيفه على View Code الخطوة الأولى وهذه الخطوة الثانية سيفتع معنا Visual Basic Editor بالشكل ومن رغم هذه الخطوة دراسة كونتزلة نضيف الزرارة اليمين ونضيف الزرارة اليمين نضيف الزرارة اليمين سيعرض لنا كل المسلز والفنكشن نختار من Show ودوسنا على أظهر أو على زرار ستظهر قدامنا الفورم بالشكل ده وفتحنا الكمبو بوكس ستجد فيه الـ Item Numbers بس الفونت بتاعها صغير مش باين نرجع ثاني نرجع ثاني نقفل النافذة بتاع الفورم اللي انشأناها ونروح على View Code ونختار Main اللي هي الفورم الرئيسية ونحدد الكمبو بوكس ونختار من الفونت من هنا الفونت ده نغير نحتاج إلى ثلاثة نقطة ونختار أي فونت و أي حجم مناسب للخط جد من 1922 و نضيف حلق فعلنا نظهر فورم مرة ثانية و نضيف الحلق و نضيف الحلق وأختبر موز و نضيف الحلق و نضيف الحلق من الشرح. ونخش ان شاء الله على الكود.